سعى سلوم أكاديمي ومدافع عن التنوع في العراق والعالم العربي وأحب أن ينظر إليك حصناع السلام في الشرق الأوسط أنا ركزت في خلال العشرين سنة الماضية على موضوع التنوع كمحاولة لتغيير وجهة النظر المهيمة في الثقافة العربية جائزة ابن رشد للفكر الحر تمنحها مؤسسة مستقلة مسجلة في ألمانيا وقد أطلقت هذه المؤسسة والجائزة بمناسبة مرور ثمان قرون على وفاة الفيلسوف ابن رشد وقد منحت الجائزة للعديد من المفكرين والمثقفين العرب نظور بقضايا مهمة تخص تحديات العالم العربي مثل محمد عبد الجابري محمد أرغون سمير أمين نصر حامد أبو زيد ومنحت مؤخرا إلى راشد الغنوشي خلال العام الماضي أنا ألفت 18 مؤلف كارستة لقضايا التنوع الديني والإثني واللغوي في العراق أستطيع أن أتحدث عن ثلاثة مؤلفات أساسية من 18 مؤلف المؤلف الأول هو التنوع الخلاق في عام 2013 المؤلف الثاني الوحدة في التنوع في عام 2015 الذي دافعت فيه عن فكرة أن التنوع هو أساس الوحدة المؤلف الأخير هو نهاية التنوع في العراق هذا المؤلف أحاول أن أقول فيه أن العراق بطبيعته كما وجد كمعطى حضاري وكوجود هو العراق التعددي مشاهدين ينظم إلينا مباشرة من مغداد الباحث والأكاديمي والحاصل على جائزة ابن رشد للفكر الحر دكتور سعد سلوم دكتور سعد أهلا بك مبارك لك هذا الإنجاز العظيم جائزة ابن رشد للفكر الحر أولا هل ركزت في بحوثك على جزء معين من الأقليات الدينية أم تحدثت بشكل عام؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة في مؤلفات ومن خلال عمل أيضا المنظمة التي أنتمي إليها مؤسسة مسارات ركزنا على قضايا التنوع الديني والإثني واللغوي يعني كان عملنا مصبا على تعزيز هذا التنوع الديني والإثني واللغوي العراق بلد غني بثرواته الحضارية ورئيس ماله البشرية تكون من 22 طائفة دينية من ضمنها 14 طائفة مسيحية بمعنى آخر أننا ركزنا على غنى هذا التنوع وهميته بالنسبة لمستقبل العراق الثروة الحقيقية لها العراق ليست هي النفط وأن هذا التنوع الذي ينبغي تصميم سياسات لإدارته بطريقة رشيدة واستثماره بوصفه ثروة البلاد الدائمة وصفت الأقليات الدينية والإثنية بفسيف سال عراق كيف يبدو وضعها اليوم في العراق؟ دكتور سعد في العراق واضح تماما من ما ينشر من تقارير دولية وواقع معطى نتعايش معه يوميا أن هذا التنوع الغني يتعرض لاستنزاف في هجرة مستمرة وبعدما فعلته داعش وارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي للأقليات الدينية هناك استنزاف منهجي يعني 90% من المندائيين في العراق قد هاجروا البلاد أكثر من 80% من مسيحي العراق أيضا قد هاجروا هذا الاستنزاف يدمر هوية العراق التعددية العراق كما عرفناه وكما هو يمثل وجود حضاري هو العراق التعددي العراق ليس مختزلا بصورة جماعات كبرى ليس هو العراق السني أو الشيعي أو الكردي بل هو العراق التعددي هذا العراق الذي يمثل تراث ميزوبيتيمية هذا التراث الذي لم يستثني من حيث المبدأ أي جماعة دينية أو إثنية أو عرقية أي أقلية أكثر تضررا اليوم في العراق دكتور سعد يعني هناك نوع نعم هذا أيضا سؤال مهم لكنه قد يعكس تراتوية معينة لأننا نتحدث عن استنزاف التنوع أو تهديد التنوع لهذا فقدان أقلية من الأقليات العراقية أو لون من ألوان الطيف العراقي هو تهديد الهوية العراقية ككل أن هذه الفكرة يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار لكن إذا ركزنا على ما حدث للإيزيدين على سبيل المثال بعد عام 2014 الإيزيدين تعرضوا إلى نزوح 90% من وزنهم الديماغرافي من سنجار وتعرضوا إلى إبادة جماعية وإلى الآن ما تزال هذه الإبادة مستمرة يعني ملخص هذه العبارة أو دلالة هذه العبارة أن الإيزيدين لم يعودوا إلى المناطق التي هجروا منها ومناطقهم التاريخية في سنجار التي تبعد 50 كم عن مثلث الحدود التركية السورية العراقية هي محط صراع أقليمي ومن ثم هناك فواعل أيضا يسهمون في استمرار أثر الإبادة بمعنى آخر أن أثر هذه الإبادة لم يتوقف لم ينصف الضحايا لم يعاقب الجنات وبالتالي نحن نتحدث عن إبادة مستمرة وهذا ما كنت سأسألك هل نجحت الحكومة في إعادة حقوق إذا أردنا نتحدث على وجه خصوص من أكثر تضررة من تنظيم داعش المسيحيين والأيزيليين الشبك في محافظة نينوا هل نجحت الحكومة أم هنالك حالة إهمال مستمرة يعني هناك نوع من التحدي يفوق قدرة الحكومة العراقية هذا أولا يجب أن نعترف به ثانيا أنا أعتقد بأن تعزيز قضايا التنوع ديني ليست من أولويات أي حكومة عراقية منذ عام 2003 والحد الآن بمعنى آخر أن التحديات الأساسية التي رأيناها خلال الأعوام الماضية المتعلقة بالأزمة الاقتصادية ومواجهة جائحة كورونا وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة كانت دائما تحتل صدارة المشهد أما حماية التنوع الديني والإثيني واللغوي أو عودة النازحين فليست هي من ضمن سلم الأولويات إذا أردنا أن نقيم مقارنة بالأعوام العشرين السابقة كيف يبدو وضع الأقليات اليوم حالهم أفضل قبل عشرين عام على الأقل أم اليوم نوعا ما هناك تغيير على الأقليات أم ماذا من وجهتي نظرك نعم هذا أيضا السؤال فيه العديد من الإشكاليات لأننا لا نستطيع أن نقارن بهذه الطريقة لكن أستطيع أن أقول أن هناك نوع من الوعي الشعبي وعي الجماهيري بأن التنوع الديني والإثني واللغوي في العراق أصبح مهما ويجب الحفاظ عليه هناك أيضا نزوع للجمهور العراقي للتخلص من هيمنة فكرة المكوناتية بمعنى آخر بعد الحراك الاحتجاجي في أكتوبر عام 2019 وبعدما نواجهه من انسداد سياسي مطلق وانسداد إقليمي في المنطقة ككل هناك رغبة في تصميم نمط جديد من المواطنة يقوم على المساواة بين الأفراد مع احترام الخصوصيات الثقافية أعتقد أن هذه الفكرة قد تطورت خلال العشرين سنة الماضية باتجاه خلق وعي عام بهمية التنوع أنا أعتقد هذا رهاننا خلال السنوات المقبلة أن نعمل فعلا على حث النخب السياسية والحكومات في العراق والعالم العربي على تصميم إدارة رشيدة للتنوع هذه المحصلة التي يمكن الإشارة إليها بطريقة إيجابية أما عدا ذلك فإن المشهد مخيب للآمال وكاتم للأنفاس السؤالي لم يكن يحمل تأويلات مثل ما وصلك كنت أقصد شيء مباشر وواضح عن وضعهم مقارنة بالأعوام العشرين السابقة لكن دعني أختم معك هذا اللقاء بهذا السؤال هل لديك برامج أو مشاريع جديدة تخص الأقليات الدينية ستطرحها قريبا؟ نعم هذا السؤال جدا مهم نحن نعمل من خلال مسارات على ثلاثة مشاريع أساسية هو مركز لرصد ومواجهة خطابات الكراهية ومعهد خاصة تعليم التنوع الديني لرجال الدين ومحهد خاصة لصحافة التنوع ونحن بصدد الآن العمل على مسودة لتجريم خطابات الكراهية لأن خطابات الكراهية تعمل على خلق مجال عام غير تعددي بالمرة وقد تترجم إلى دم في الشارع العراقي إذا نعتقد أن هذا من ضمن أولوياتنا خلال هذه السنة مباشرة من بغداد الباحث والأكاديمي والحاصل على جائزة ابن رشد للفكر الحر دكتور سعد سلوم شكرا لك ومبارك لك مرة أخرى شكرا لك